في الحقيقة يا جماعة في حالة حلوة جداً عاملها معرض القاهرة الدولي للكتاب في هذا العام التنظيم السنادي على أعلى مستوى الإقبال كبير جداً من كل الفئات ومن كل الأعمار بنشوف أسر، بنشوف شباب، بنشوف بنات في الجامعة الحقيقة لو خدت لفها في المعرض هتلاقي إن دور النشر موفرين كمية كبيرة جداً من الإصدارات المنوعة لكل جيل والكل القراء علشان كده يعني هتلاقي معرض القاهرة الدولي للكتاب في مصر والواجهة الثقافية والمعرفية في المنطقة العربية انت عافوا أنه هو الثاني أكبر معرض في العالم نهاردة بنقول 3 مليون زائر في أيام قليلة جداً من المعرض يعني نتكلم في ساعات قليلة جداً فتح فيها المعرض وصل العدد لـ 3 مليون زائر احنا بنحطم أرقام قياسية بنحسل إيه الإقبال السنادي ده رقم كبير جداً جداً وجميل الوعي اللي بقى عند يعني المجتمع المصري بشكل عام أنه النهاردة ناس كتيرة قوي أسر كتيرة جداً بتاخد بعضها وبتروح رحلة أنا فكرة أنا وأنا صغيرة كانت أسرتي بتاخدني كده ده كان خروجة حلوة لنا فمبسوطاً النهاردة ده بقى يعني فكرة عام لدى المصريين أن احنا نروح معرض الكتاب عايز أقولك كمان أن واحدة من الإضافات المميزة جداً السنادي المعرض القاهرة الدولي للكتاب هو جناح خمسة المخصص للطفل من خلال قاعات كتب الطفل والكتب الإلكترونية وسلسلة من الأنشطة والفعاليات اللي بتجذب الطفل وبتخلي معرض الكتاب بالنسبة ليه خروجة ورحلة ثقافية وتعليمية بيفتكرها من السنة للسنة فالنهاردة جميل أن الأسرة كلها بقت خلينا أقول موجودة داخل ممثلة داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب وإضافة لكلامك أنا فاكر فعلاً من ورد طفل يعرف المعرض مفتوح من سنة 69 يعني احنا نتكلم في حاجة تاريخية كل الأجيال مرطة أنا برضو فاكر من ورد طفل والدي رحمة الله عليه كان بياخدنا بيودينا لمعرض الكتاب وطبعاً لما كان في أرض المعرض في مدينة نصر وكانت الفصحة اللطيفة حتى لو ما اشتريتش حاجة أنت بتشوف الإصدارات بتتعرف على الكتب اللي موجودة بتفهم إيه اللي موجود في دور النشر اللذيذ كمان أنه يعني النهاردة خلاص معرض الجناح الطفل ده موجود من زمان جداً زي ما كنت بقولي أنه أنا من الناس اللي كانوا أهلي بياخدوني من وانا صغيرة ومن وانا طفلة لكن بنشوف السنة دي في المعرض كمان الفعليات موجودة من السنة اللي فاتت لكن الفعليات المخصصة دي استقناها سنوات طويلة يا فاسد إزاي النهاردة أن أنا أجذب الطفل الصغير ده أنه هو يجي مش بس أن يفتح له كتاب يعود يقرأ منه لكن كمان أن أنا بالضبط أوريه مسارح للأراجوز مسارح للأطفال تشدوا علعاب إلكترونية الحاجات دي كلها أنه هي تبقى موجودة مهمة جداً عشان الطفل يبقى عنده حالة من خليني أقول أن أنا عايزة روح عايزة أقول لبابا يا أمامتي يلا خدوني وادوني معرض الطفل صحيح ويعني معرض القاهرة الدولية كتاب أنا عايزة أقول لك أن لو قلنا ثلاثة مليون زائر والرقم ده أنا عايزة أتوقف عنده طويلاً أنه إحنا بنحط بفعلاً أرقام كاسية وزي ما قلت يعني كان فيه ناس كتير تقول لك إحنا عندنا دور نشر أكبر إحنا عندنا مش عارف إيه أكبر لكن بلغة الأرقام معرض القاهرة الدولية كتاب والسنة دي تحديداً عامل ريكورد عامل ريكورد حقيقي عندنا ألف سبعة وأربعين دورناش متخيلين من كل دول العالم عندنا دول أوروبية عندنا أجنيحة وخصوصاً الأجنيحة العربية زي جناح دولة فلسطين عليه إقبال كبير جداً الأحداث في غزة يمكن ساهمت في بيع الكتب الفلسطينية أو أن الناس يعني عايزة تعرف أكتر عن الأضياء الفلسطينية عندنا أجنيحة طبعاً خاصة بالأردن بالمملكة العربية السعودية بدولة الإمارات عندنا أيضاً جناح سور الأسباكية وده يعني اللي موجود في كل العالم العربي عندنا مثلاً شارع المتنبف العراء اللي بيوزيه عندنا عدد كبير من الأماكن اللي في العالم العربي اللي فيها الكتاب الرخيص جناح سور الأسباكية موجود حتلاقي في كتب باتنين جنيه وعشرة جنيه وخمساشر جنيه يعني الكتب المستعملة حتلاقي في خصومات بتوصل أربعين في المية وتحديداً في صالة أثنين في دور النشر المصري عندك جناح زي المركز القوم للترجمة جناح الهيئة العمل الكتاب يا جماعة عامل حاجة عظيمة جداً جناح المجلس على الثقافة كل الأجنيحة الخاصة كمان الحكومية وفرق كتب كتير جداً يا بسان ليه إحنا النهاردة بنسلط الدوق على معرض قاهرة دولي الكتاب إحنا بنتكلم على معرض من أهم المعارض الموجودة على مستوى العالم بعد فرانكفورت في ألمانيا والأهم في الشرق الأوسط معرض مهم جداً بيضم أجنيحة كتير جداً بتمس كل أطياف المجتمع المصري لو بنتكلم على جناح رقم خمسة وهو جناح للطفل مهم جداً ليه بقى؟ النهاردة الكتب دي اللي موجودة عمتها بشكل عام في معرض قاهرة دولي للكتاب بيتم مراجعتها من قبل متخصصين وباحثين من قبل وزارة التربية والتعليم بتعدي على الأزهر مجمع البحوث فالنهاردة الكتب دي ما بتطلعش كده مش بس إن هي كتب مدعمة موجودة في المعرض كتب بيتم مراجعتها بشكل دقيق جداً جداً عشان أولادنا لما يقروا حاجة يقروها وإحنا متطمنين وإحنا زي ما بيقولوا كده بطننا بطيخ خصيفي النهاردة بنشوف فيديوهات كتيرة جداً لبعض الأمهات في دول كتيرة أو بعض المحال بتبص على الكتب بتقولك ده لا يليق أولاية تناسب معانا معادتنا وتقاليدنا وثقافتنا وثقافتنا لكن النهاردة معرض القاهرة الدولي للكتاب بيخليكم الطمينين النهاردة أنا هاخد أولادي ونروح مش بس هنشتري كتب لأ كمان هنحضر فعاليات هنقضي يوم حلو مع بعض كأسرة إحنا بنتابع مع حضراتكم كل يوم أهم الفعاليات والتفاصيل للمعرض والنهاردة هيكون معانا فقرات مهمة جداً من جناح حلايب وشلاتين وجناح الطفل وأبرز التخطيات الخاصة بالفعاليات خدوا أولادكم وروحوا معرض القاهرة الدولي للكتاب خدوا بعضك عائلة مناسبة كويسة جيد أن أنتو تقضوا وقت جميل مع بعض هنتابع مع بعض النهاردة أهم الفعاليات ونقول لكم إيه الجديد في المعرض مرة تانية بنصبح عليكم صباح الخير يا مصر